تخيل معي هذه الخطة اللي دارت هذه البنت لكي تنتاقم جهنمية ذكية كثيرا لدرجة انا شخصيا ما فهمت والو وليس غير انا صافي الله بل حتى الشرطة وقع الناس ما فهموا اي شيء والشيطان بنفسه والشيطان بنفسه وما اضطعش عليه الفكرة هذه الخطة اللي دارت هذه البنت صراحة ان كيدهن عظيم القصة اللي ستبدأ مع واحد الشاب لبناني يسكن في بيروت اسميته كاريم كاريم كان واحد الشاب اللي لباس عليه الاب ديالتوف الله يرحمه وخلال له واحد تروى المحترام كان عنده بالزبد المحلات والمشاريع واخهه في الحقيقة كان مازال صغير في العمر كان عنده غير 25 سنة لكن بالرغم ان كاريم كان واحد الشاب اللي لباس عليه الا انه كانت واحد الحاجة معاقضيها بزيادة في حياته واحد الحاجة اللي كانت دره ليه واحد المشكل كبير في النفسانية دياله كاريم كانت فيه واحد توحيمة كبيرة في وجهه التوحيمة كانت مبرزطه كانت مبرزطه وما تخليه شيء يدعم يدوم على البنات ولا يقرب لهم كان يرى راسه بالله خيب وانتبنت لا يتقابل عليه كان المنفذ الوحيد الذي لديه هو الفيسبوك كان يدخل الفيسبوك ويدعم البروفيل والشاب آخر ويبقى يدوم على البنات على راحته في حالة قلتي كان يخرج من هذا الواقع ويمشي الواحد العالم الافتراضي في انك عبر فيه على ذلك النفسانية دياله اللي باقي المهم كاريم سيبقى على هذا الحال حتى الواحد النهار كاريم كان مكوناكت في الفيسبوك حتى يدخل واحد لانفتاسيون يدخل يرى ذلك الانفتاسيون سيجدها جدما عند واحد البنت اللي يدوم بزيادة كثيرا حتى يدخل البروفيل سيبدأ يقلب تصاورها وهنا سيتفاجأ بالجمال هذه البنت كان اسميتها سارة ويتسكن في المغرب المهم سيبقى يدوم معها حتى الواحد النهار سيقول لها كاريم سيحاول لا يبدو زعم وجهه لكن نهار على نهار حتى الواحد النهار سيستسلم سيقول لها مرحبا كاريم سيتفاجأ من اللي سيتشاهده لكن وقع العكس سارة قامت تفاجأته وتقبلته كيفما هو هذا الشيء بالطبيعة الحال عجب كاريم بزيادة وفرح والنفسانية دياله تحسنات كثيرا هذا الشيء الذي يجعله يرتاح بزيادة مع سارة المهم كان يدوم معه حتى داست واحد المدة وهم يدوم باضياتهم من بعد أشهر قليلة كاريم و سارة سيتتعفقوا أنهم يتزوجون المهم سيحدد هذا الموعد للعرس وكاريم سيقول سارة العرس سيقوم بزيادة في بيروت سارة سيأخذ طيارة والأم والأخ وسيقوم بزيادة في بيروت سيوجدون هذا العرس ومسائل حتى تقوموا على الأمور هنا سيأتي الموعد للحفل الزفاف وبالفعل سيقوم بزيادة العرس سيحضر العائلة كاريم ويكونوا غير قليلا من العائلة سارة بحكم أنهم مبعاد في المغرب المهم كان كل شيء سيكون هذا كل شيء بخير العرس كان هو هذا الأمور كانت كلها جيدة لذلك اللحظة سيتم داخل واحد الصادق كاريم هذا الصادق اسمته ناصر وهذا الصادق ناصر كان عارض عليه كاريم هو والزوجة لحفل الزفاف الذي لديه لكن المفاجأة فهذا كامل هو من ناصر سيتم داخل العرس سيتفاجأ بشيء سيتفاجأ بشيء سيتفاجأ بشيء سارة الذي مزوج به الصادق كان معها على علاقة غير الأشهر التي تحدثت لم يفهمه ما الذي تحدث هنا يلا كان معها على علاقة غير هذه الأشهر وكانت تحدث هي الزوجة المقرب لم يفهمه وكانت تخربك وكان الزوجة سأخرج من خارجه سأبدأ 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 وفكر سأصل إلى فكرة سأدخل عند مرته سأقول لها سأبدأ 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 صداع لا أريد أن نوض صداع من الأحسن سأبدأ الزوجة تقبلت وقال سأخرج من العرس وسأبدأ سأصل ناصر سأعيط الكريم سأقول لها سلام كريم بالفعل سأبدأ 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 حضرت لديك لكن سأبدأ 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 لا أريد أن نوض سأبدأ وقال سأبدأ المهم سأبدأ السبب سأبدأ سأبدأ في جديد وسأبدأ لكن بالله يا أخوتي بالله أنا أعلم أنتم تسألوا ما علاقة ناصر مع ابنت سارة و دعنا نرجع ذلك في زمن اللور و حتى من شهر اللور كما قلنا سارة تسكن في المغرب لكن من اللي تريد أن تشد العطلة لها تنزل لبيروت و تدور تدور سياحة المهم كيف العادة كانت تدور في بيروت حتى سترى محل الملابس محل المحل كان كبير و كثيراً بين محل المحل الوعر ستدخل هذا المحل لحويج لكي تشري شيئاً لكن هنا سترى محل المحل كان غير هو بحده و تمامك محل المحل هو ناصر كان يسحب لها ناصر بما هو محل المحل لكنه كان غير خدمت محل بطبع الحلقة تسحبه هو محل المحل و طمعات فيه ستبقى و دعوين كل ما منك كل ما من هنا كل ما من هنا أنت مني جاياك هذا كذا المهم هو أن يأخذ الرقم الهاتف سيأخذ موعد و سيطلقه سيطلقه نهار اللواء و نهار الثاني و نهار الثالث هنا ناصر سيطلب من سارة أن تذهب معه لكي يطلقه علاقة سارة ستوافق على طلبه لكن بشرط أنه سيعطيها واحد المبلغ الذي يضخم بالساف حتى كما قلناك يسحب لها بالرهلة باسع لكن الحقيقة شيء آخر المهم ناصر سيوافق و سيقول له المبلغ الذي أريده سأعطيه لك مرحبا لكنه كان مجد خطة لكي يسترجع هذا المبلغ الذي سيعطيه هذا الخطة الذي يقوم به هو أنه كان مجد في هذا البيت كان مجد كاميرات و مخبيهم لم يقوم به لو قايت الذي يدخل مع هذا البيت و داروا هذه العلاقة كان صور كل شيء و صور قاعدك و صور صارة بشيء وضعيات لخيبة ناصر كان الغرض أنه يستفزها و يهددها و يقول لها سواء سيتردي له هذا المبلغ ولا سينفتحك و انشر هذه الفيديوهات هذا الشيء الذي كان ناوي لكن من بعد ما داروا هذه العلاقة سيتفاجأ بالذي صار سيتغبر سيتغبر و لا ستبقى تجاوبه و النمرها تفات هنا من بعد أشهر قليلة سيتغبر ستجد أن صارة بحجرة و حالة المغرب لكن هذا ستقول لي كيف حتى حدث حدثت حدثت مع كريم كيف حدثت 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 في هذه الثلاثة يام التي حدثت ناصر حدثت و يحدث يومي في قهوة و هنا ناصر الذي يدعى في تلك التلفن و يرى يجعل صديقه كريم وضع حدث سيقوم بحجرة و يتوقف هنا يناصر سيبقى فيه صديقه كريم و سيبقى و يجعل حدثت أصدقه و أخبرت و يقول أنه صديقه و يجعل أنه كريم هنا و يجعل و يجعل هنا هنا ضمعات المهم سيتعقل جيد على و قيدته في عقلها لكي تمشي و تدوي معه و هذا ما قلت هو رجعت و سيتزوجه و سيتزوجه المهم الذي فهمت كيف يفعله دعنا و نكمل القصة ماذا سيقع من بعد ما قلت ناصر لصارة ناصر من الذي قلت ناصر سيهددها و سيقول لها إلى ما أعطيته المبلغ القد و القد سيقولها الكريم سيقول لها كريم أصلا لا سيطيقك لأنها هنا أخو لا أعلم لها فيديوهات يعني أنها لم يكن فيديوهات قلت لها و قلت كيف سيطيق و سيطيق من المغرب و قلت معك علاقة يعني لا سيطيق لها لكن هنا سيصدمها بالإجابة و سيقول لها أخو مرحبا دخلي هذا واتساب و سيقع و سيطيق و سيطيق و سيطيق لكن سيصدم فيديوهات التي سيطيق هنا عرفت رأسها التي دخلت الحرب التي أصلا خسرتها من الأول يعني لا يصبح لها حل نهائيا من غير أنها تعطيه المبلغ الذي يريد و بالفعل سيطيقها هذا المبلغ الذي يتعفقوا عليه لكن من بعد أن أعطيته هذا المبلغ سيطلب منها مبلغ آخر يعني سيطلب منها مبلغ الضخمة هنا لم أصبح قادر على هذا لم أصبح قادر على هذا ما تقول رأسها سيكون هذا يعني سيطيق و سيطيق لأن أخوة ما حدث سيطيق بكريم وغير لا تريد و لا تريد و لا تريد و لا تريد و العصفور الثاني هو ناصر و سمعه جيد هذا الخطة الذي سيطيق في النهار كيف العادة سيطلب ناصر و سيطلب منها مبلغ سارة قالت لي أخوة مرحبا ماذا أريد قالت لي سوف ندوز هذا المبلغ للمنزل سيتعفق على وقت الذي لا تكون فيه زوجة ناصر لكن الشرط قبل أن تتعطي هذا المبلغ قالت لي سوف أعطيني الفيديوهات كاملين و لا تجعل حتى ينسخة عندك قال لي يا صافي كان وعدك و وعد الرجال أن هذا هو آخر مبلغ كما سوف نأخذ من عندك و هذه الفيديوهات سوف نعطيهم لك يعني كلمة الرجال لكن هنا سمعه جيد ما سوف يدير سيتمشي سيتأخذ أحد المسدس من زوجها كريم لأنه كريم بحكم أنه هو الرجل التاري فالناس يكون عندهم مسدسات المهم سيتهزد و سيتخبي في الحقيبة و سيتهزد مع هذا المبلغ و سيتمشي نشان عند ناصر الذي سيتهزد سيتمشي و سيتعطيه المبلغ و سيتمشي و سيتمشي سيتمشي و سيتمشي أنه صافي لا لديك و سيتمشي هنا سيتهزد و سيتخبي من يجل ناصر سيتمشي بحكم و لم يتحرك لانه سيتخرج و سيتجعل هذا الباب محلول و سوف تسطع موبيلته و سوف تذهب للشقة سوف يخرج للشقة و سوف تشرق حواجه و سوف تبهد رأسها و سوف تعيط لزوجها كريم سوف تعيط له كتبكي و كتغوط سوف يقول له آلو كريم سوف يقول له مالك قلت له و دخل عندي واحد الراجل هنا يلدارنا وتكرفس عليه و أجدر لي و أجدر لي كريم أصلا عاصبي و واحد الشخص الذي مجعور ببحده و قلت سنين دابة نجي عندك تسطع موبيلته و يذهب لك من الذي دخلت تصدم القهر بأحد الحالة يرتالها قال له ماذا يدار لك هذا الشيء؟ ماذا تعدى لك؟ قلت له الصديقة لك ناصر هو الذي يدار و هو الذي تعدى عليه كانت تعرفة طبع كريم كيف يدار عارفة هو أحد الإنسان الذي عاصبي و لا يصبر و لا يتحكم في الغضب و بالفعل كريم سوف يسمع هذا الهضر الذي قالت سوف يمشي نيشان و يهز هذا المسدس لأنه يجب أن تعرفوا ما حدثت البطار مسحة البصامات من المسدس و أرجعته في أين كان؟ في أين كان؟ أرجعته كريم سوف يدار المسدس و ليشان يقلب على ناصر سوف يذهب للمحل الحويج و لا يجب أن يجب أن يجب و هنا سوف يذهب لديه نيشان لداره كريم سوف يقتلونه و يصفيه لكن من الذي يدخل لكن من الذي يدخل الشقة و بعد أن يقلب الباب محلول من الذي يزيد يدخل سوف يتفاجأ من الذي ناصر طائح في الأرض و ميت و هذا يجب أن نعود إلى سارة و ماذا سوف يدخل؟ في اللحظة التي يخرج فيها كريم لكي يذهب عن ناصر يقتله سارة هزة التليفون و عيطات الشرطة و قاتلهم روحة السيد جاق تعدى عليها و دبرت الزوج لكي يقتله و أعافكم سيروا و شدوه قبل أن يقتله هنا الشرطة طائحة المنزل من ناصر من الذي يذهب من ناصر سيجدون كريم هذا المسدس و ناصر طائح ميت فهنا صافي تأكدوا بالذي قتله يعني صافي أن يقتله طائحة الحال سوف يشعروا كريم و سوف يدخلوا التحقيق سيقولون لي لماذا قتلتني و لم يكن يقتله يقولون لي أنهم أنا و الديراني لم أقتلتوا يقولون لي الشرطة كيف لم أقتلتك كل شيء يقعد دلائل و كل شيء عليك كيف تقولون أنه لم أقتلتك كيف نحن مستطعين كريم يحلف لهم و يقولون لي أنه لم أقتلتك و هذه و هذه لكن الشرطة التي قمت بتحليل و التحقيق القوة التي تحكمت هذه الرصاصة التي مات بها ناصر هي الرصاصة التي في المسدس كريم و من بعد تحليل القوة التي ماتت في هذه الوقت التي تحكمت فيها كريم يعني جميع الدلائل ضده و هنا سيتحكم على كريم بالمؤبد عنده الظهر لم يحكموا عليه بالإعدام لكن حكموا عليه بالمؤبد مدى الحياة هذا ما الذي تريد أن تحصل له تهنيت من ناصر و في نفس الوقت تهنيت من الزوج و هنا سيتحكم في السجن عامين عامين سيتحكم حتى اليوم ستكون الزوجة من ناصر تقلب فيه و فجأة ستدخل الوضوصي هذا الوضوصي كانت فيه النسخة في هذه الفيديوهات ما الذي يدخلت لهذه الفيديوهات و قرأتهم سيتصدم بشيء الذي رأيت في الحقيقة كانت حزينة كثيرا على الزوجة التي مات لكن بعدما رأيت هذه الفيديوهات حقدت لي كثيرا و عرفت كل شيء من هذه الخيتي التي اسمتها سيتحكم في هذه الفيديوهات سيتحكم فيه سيتدخل عنده تراه و سيتعود له كل شيء و سيتوريه الفيديوهات كاملة أنا كريم تصدم تصدموا مفهما و لم يكن منتظر أن الزوجة ستدخل له هذا الشيء من الذي رأيت هذه الفيديوهات أعرف بأن هذا الشيء الذي وقع بيناتهم كانت حال هذا لأنه كان المشكل كان المشكل قبل أن يتزوجه المهم سيشدوا هذه الفيديوهات و سيعطوهم المحامي الكريم سيكمل التحقيق و سيستعن بذلك الرسائل الهاتف سيستعن بشكل شيء حتى يتبين الحقيقة كاملة المحامي سيرفع دعوة قضائية على سارة و سيطلب لتعود المحاكمة الكريم المحامي سيجمع دلائل و سيجمع ذلك و سيجعله عن الشرطة الشرطة بطبيعة الحال سيتحقق ذلك و سيجعل القبض على سارة و من بعد ما حققوا معها سيتعترف لهم بكل شيء سيتعترف لهم بالتي هي التي قتلت ناصر وهي التي تعمدت لتدخل الزوجها للسجن سيتعود المحاكمة و سيخرج كريم براء و سارة هي التي سيتدخل السجن و سيتدخل السجن مدى الحياة كريم من بعد ما اخرج سيشكر بثاف الزوجة الصديق الذي لم يتشكرها بثاف حيث بسببها لكي اعتقاته و سيخرج من السجن و سيحنى عليها أكثر حتى كانت الحالة المادية قليلة يعني سيحنى عليها أكثر و من بعد تقرروا أنهم يتزوجوا و هكذا سيكون وصلنا لنهاية القصة هذه القصة التي أعودت لكم كلها عبر يعني فيها واحد عبر الكبير لكن يا أخوة تريدكم أن تكتبوا لي هذه العبر و كل واحد يكتبون لنا العبرة التي استفدت من هذه القصة لا تنسوا الحلقة مع أصحابكم و تجعلوا لايك كان معكم أمين قيطي شكرا شكرا